يقول سمعت أن الصيام مراتب فما صحة هذا القول التقسيمات التي يقسمها بعض العلماء صيام الأعوام وصيام الخواص وصيام خواص للخواص كل هذه التقسيمات لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة بل قد يكون رجل عام فلاح عامل في شركة لم يتعلم وليس من العباد الزهد ولكن صائم ومحافظ على الصيام لا يغتاب أحدا يأكل من الحلال يصل إلى خواص الخواص أما الصوفية فهم الذين يرتبون هذه الترتيبات وعلى شكلتهم صاحب كتاب مدارج السالكين هذا الصوفي يبس أشياء كثيرة من هذه الأشياء في كتابه ومثل كما يقسم طبعا كتابه دائما يقسم تقسيمات وتقسيمات درجات الفتوة ومراتب الفتوة فتوة ولا فتوات يعني سنة رسول الله مع كتاب الله أسمح بكثير مما يذكر في هذه الكتب ولأن تعرف آية وفقه والمستفاد منها أو حديث والمستفاد منه أحسن من معرفة بهذه الأقصى